السلام عليكم واهلا بكم معايا في فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ البنية على طريقة الشركات طريقة بسيطة وسهلة ومضمونة وكمان هنخليها يعني مطية طهي كامل زي الشركات بالزبط وتطلع على القلي مباشرة وطريقة تفريزها وكمان هجرب اقلي معاكو بعد التفريز وهنشوف كل الخطوات في فيديو النهاردة الطريقة مميزة جدا وبتطلع نتيجتها تحفة وهتعجبكو جدا جدا ان شاء الله وحلو اولا وتخليها من ضمن الوصفات اللي هتحضريها وتفرزيها لرمضان ان شاء الله لان الكل بيحبها ودايما بنعملها هنبدأ بسم الله في المقدير معايا كيلو من الدجاج الفليم مخصول كويس جدا جدا ومعايا طعام مكعبات بالشكل ده ومعايا في التوابل ملح وفلفل اسود ويتوم بودر وبصل بودر وجنزبيل ورشة من الافة كل المكونات معلقة صغيرة والارفة اقل من معلقة وبخلط كده التوابل مع بعض وبضيفها على مكعبات الفراخ وبيكون معايا كمان كباية متوسطة من الفيجيتاري الجاهز الناعم جدا. آآ ده بيتباع عند العطار او في اي مكان آآ او ممكن البقسمات اللي بتبقى محضرات في البيت مسلا من الخبز الزيادة اللي عندك بتحمسي وتتحنيه. بس تتحني ساعتها يعني طحن طحن ناعم جدا جدا يكون زي البودر بالشكل ده. او تشتري جهز متوفر في كل مكان فيه منه العادي فيه منه الحار. انا مستخدمها العادي. وهي كوباية متوسطة بس الحجم اللي شفتوه معايا على كيلو الفراخ. مش اكتر من كده. ما تضيفوش كمية اكتر من كده. عشان بتعضم بعد كده الفراخ وبتطلع النتيجة مش حلوة خالص. معايا كمان ربع كوباية زيت نباتي. آآ ده زيت بيطر معانا عجنت الفراخ نفسها. وبيخليها جميلة ومميزة جدا جدا من جوة. وطرية. وعايز اقول لكم كمان ممكن بدل ما تستخدمه كل الكمية صدور آآ صدور الدجاج ممكن آآ يعني تجمعه بين الاتنين. النص الكمية صدور ونص الكمية من الاوراق المخلية. لان الاوراق بتبقى قطرة. وبيبقى فيها نسبة من الدهون. بتدي نتيجة حلوة قوي برضو. وساعتها بقى ما تضيفوش الزيت ده. انا ضفت الزيت لو هتستخدمه كل الكمية الصدور زي ما انا عاملة كده. بقى خلط بقى كل المكونات اللي ضفنوها على المكاعبات بتاعة الفراخ كويس جدا جدا. لغاية ما كل قطعة كده تاخد من كل المكونات اللي احنا عاملنا. بعد كده ابدأ اخدهم كده بالتدريج او على الدفاعات على حسب حجم الكابة اللي بتستخدميها. لغاية ما النعم الخليط كويس جدا جدا مع كل المكونات اللي ضفنوها. وبعد كده بعد ما خلصت بقى طحن كمية الفراخ اللي معايا. بكون محضرة الكريزب اللي هو بتبع جاهز ده بتاع البنية. ومعايا شوية مية عشان تسهل معايا التشكيل. ومعايا كمان صانية فردة عليها قطعة من البلاستيك اللي هرص عليه عشان تكون سهلة معانا. لو رصينا على حاجة مباشرة بتلزق فيه. آآ وده كوام كده الفراخ بعد ما تحنوها بالشكل الناعم اللي شفته معايا ده. وانا كنت عايزة استخدم الجوانتي بصراحة بس ما املكتش خالص. خصوصا انه واسع على ايدي كده وما امعرفتش اشتغل بيه بصراحة. فيعني خلعته. ده كده كوام الفراخ معايا بعد الطاحن نعمة جدا جدا. بنشكلها بقى بنبلل ايدينا كده بالمية وبناخد قطعة. ونشكلها زي الفراخ البانيك جاهزة بالشكل اللي شفناك كده. وبنبلل كمان ايدينا ونمسح كده على على قطعة الفراخ اللي معانا من فوقه من تحت بالمية. وننزلها على البقسمات ده او على الكرزب المقرمش ده على طول من غير دقيق ولا بيد ولا كل المراحل اللي كنا بنعملها في الباني العادي على البقسمات ده مباشرة بس زي ما بقولكوا تتأكدوا ان انتوا بللتها كواس بالمية كده من السطح عشان آآ يعني يلزق عليها آآ يعني جزء اكبر من الكرزب ده. وده متوفر برضو عند العطهر في كل مكان. وزي ما شفنا كده تسيبوه خشن زي ما هو ما تتحنوهوش ما تضفوش عليه اي حاجة بالشكل ده. بخلص بقى الكمية اللي معايا كلها رستها على الصانية اللي كنا محضرينها. وآآ وبعد ما خلصت اول طبعة حطيت قطعة من البلاستيك تاني وتاني طبقة. ودي الكمية كلها معايا. الخطوة اللي بعد كده بقى اللي هي عايزين نشوف حكاية ايه آآ الفراخ اللي بنيت جاهزة بتكون مطيطة هي كامل. معايا هنا آآ حلة فيها شوية مية او اي حاجة فيها شوية مية بتغلي وبحط المصف عليها. وبرص بقى قطع الفراخ اللي حضرتها. شكلتها وحطيتها في الكرزب ده طبقة الخارجية وكل حاجة. بعد كده هبدأ اعمل لها عملية ستيم او او تسويع البخار. بالشكل ده كده بنرص بقى على الصانية والبخار شغال طبعا المية مغلية من تحت. ده اللي هيسوي لنا الفراخ. آآ لان الفراخ البني اللي بنجيبها بتاعت الشركات الجاهزة لو بسيتوا على الكيس. هتلاقوا مكتوب آآ آآ مطهية طهي كامل. ده طبعا بيخليها لما بنقليها ما تبقاش ناية معانا وتستوي معانا بسرعة بتكون قلبها مستوي. ما نلاقيش حتة مجمدة. الشكوى اللي بنشتكي منها كلنا بنفرز الحاجة بتطلع نقليها مسلا على طول. بتبقى مجمدة من جوة وناية وبتحمر بسرعة من برة ومن جوة بتبقى ناية. آآ الحركة دي طبعا هتغنينا عن كل ده وهتطلع معاكم نتيجة تحفة. تستوي في اسرع وقته بيكون طريقة من جوة مستوية طبعا آآ سوى مسبق بالطريقة دي. وعايز اقول لكم ان ده اكتهاد شخصي وتجربة شخصية بتاعتي انا اللي جربتها انا ما شفتش الطريقة دي. ما شفتش حد خالص على اليوتيوب عمل الطريقة دي قبل كده. في وصفات كتير طبعا لبني الشركات اتعمل وتفرز وعلى طول. ما حدش عمل الخطوة دي. دي تجربة الشخصية زي ما بقال لكم. وحبيت اكتشف ازاي بيسوها يعني السوى الكامل اللي بيقولوا عليه. وبتطلع معانا مستوية فعلا وما بنشتكيش ابدا انها من جوة. فجربت الطريقة دي الاول وجربتها وكلنا منها وعجبتنا جدا جدا كل اللي دقها. وبعد كده حبيت اصور الطريقة بعد التجربة الشخصية بتاعتي معاكم عشان تستفيدوا منها. بجد بجد يعني طريقة وحفا. ان احنا نسوي كده الفراخ قبل التجميد. عايز اقول لكم لو هتعملوا الطريقة دي وهتقلوا على طول وتقدموا على طول في نفس اليوم ما فيش داعي لخطوة دي او خطوة البخار طالما هتقلوها وهي ايه? وهي يعني طريقة معاكم قبل التجميد. انما طالما هتجمدوها وتشيلوها الرمضان ان شاء الله او لاي وقت تاني تبقى عندكم متحضرة في الفريزر وتطلع على القلي طريقة دي البخار دي لزيء يعني جميلة جدا وبتطلعها لزيزة جدا بعد القلي. ومستوية من جوة كويس جدا زي ما بقول لكم. على نفس اللي كنت مستخدمها بس بعد ما نكون خلصنا تسوية القطع كلها على البخار وسبتها بردت تماما بعد كده بجمعها تاني على نفس اللي كنت مستخدمها وبرضو عبارة عن طبقتين وبغطي اخر طبقة بقطعة تانية البلاستيك وبدخلها لغاية ما يتجمدوا ويصالوا لمرحلة التجميد اللي احنا شايفينها دي تجمدوا كويس جدا جدا. بعد كده بقى بنبدأ ان احنا نخزنها للتفريز. فاي حاجة باعز اتقدميها او تقسميها في اطباق اللي هي الفل دي البيضة. عايزها في اكياس صغيرة وكيس كبير اي حاجة. انا عندي اكياس اللي هي محكمة الاغلاق. حجمها كبير فهتاخد معايا كمية كلها يعني ما شاء الله مرة واحدة. وهنا الكمية اللي معايا دي عملت حوالي تلاتين قطعة. ما شاء الله يعني موفرة ولزيزة جدا جدا. والخطوة بتاعت التسوية المسبقة دي قبل التفريز. هتفرق معاكم كتير جدا جدا. آآ على دمانتي. لان انا مجرباها زي ما بقول لكم قبل ما اعمل معاكم الفيديو ده. ومجرباها ودقيقاها وكل اللي ده هيعني شكر فيها جدا جدا. وكمان عايزة بعد ما جمدوا كده وشلتها اخدت تلات قطع كده هنحمرهم مع بعض بعد التجميد. شايفين اهو اصار التلج عليها مجمدة تماما. عايزة برضو اقلي معاكم كم قطعة عشان تشوفوا شكلها. لما اطلعوهم الفريزر بالطريقة دي بعد التجميد هتحمروها ازاي او هتقلوها ازاي. معايا زيت غزير آآ سخني جدا جدا. وبعد ما بنحط الفراخ بنخليه كده على نار متوسطة مش هادية متوسطة او فوق متوسطة. بنحطها طبعا هي مجمدة خالص. اول ما بتنزل في الزيت بتبدأ تفك. آآ بتفك بقى تدريجي. يعني القلية كده مدته ممكن تستغرق حوالي عشر دقايق. ان ما كانش اقل مع التقليب المستمر. يعني نقلب كده كل كم دية نقلب على الاتجاه التاني. كل كم دية نقلب على الاتجاه التاني لغاية ما تاخد لون كده. وبرضو قبل ما انطلعها من الزيت. معايا خلت سنان صغيرة بشايت كده على القطعة بسه بتغرز معانا. يعني ما بتلاقيش كده ان الخلية معاكي بتصد في حاجة متلجة او في حاجة متماسكة لسه. لا ده بتلاقيها غرزة كده يعني لحم الفراخ من جوه استوى وطاري. وبقى تمام وجاهز جدا انه خلاص استوى. وجاهز على التقديم. آآ ده كده كان القلي بعد التجميد زي ما بقولك. واخدت لون جميل جدا جدا. وطبقة الكريزب آآ زي ما هي. واحنا بنسويها على البخار. ممكن يعني الكطع بتفكت شوية من الطبقة الخارجية بس مش مشكلة خالص. بعد القلي بتقرمش تاني وبتبقى الطبقة جميلة جدا. ومتقلقش ان خطوة برضو البخار دي تطر معاكو الفراخ بعد كده لما تتقلي. بالعكس تماما بعد التجميد. وتيجي تقولوها بتبقى ما ارمشها ونشفى الطبقة الخارجية زي ما احنا عايزين وزي ما احنا بنحب زي ملحة. زي ما احنا شايفين مع بعض. واقسم لكم كمان القطع من جوة. تشوفوا شكلها عامل ازاي. مستوية وطرية ولزيزة جدا جدا. وهم حاجة تحطوا التوابل اللي قلتلكوا عليها. علشان الفيجيتاري الجاهز ده بيبقى عليه توابل بسيطة جدا. لو استخدمتوا الواحد بدون توابل. هيبقى الفراخ ما لهاش طعم من جوة. ومش متبلة ولا لها طعم حلو كده. آآ زي ما بقول لكم الطريقة والمأدير مزبوطين جدا جدا. والطريقة على ضمانتي بازن الله. وآآ ممكن تجربوا في البداية نص كيلو. او ربع كيلو حتى بالطريقة دي. وطريقة البخار والتجميد. وتطلعوها تقلوها. وتشوفوا نتيجة تبقى عاملة ايه معاكم. وبعد كده تعملوا كمية اكبر. وآآ بقى الفهانة اللي هيجربوا. عايزاكوا بقى تجربوا. وحتى كمية صغيرة زي ما بقول لكم ترجعوا لي في الفيديو تقولوا لي ايه رأيكم. وان شاء الله الطريقة تعجبكم بازن الله. وتعملوا منها كده كمية وتشيلوها الرمضان. وبتمنى يكون فيديو النهاردة.